اليوم تتعلموها في بيتكم وبقيتش تشريوها و جيكم باسم الله ما شاء الله غير مكلفة و جيكم مرخيسة واقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم و أصلي و أسلم على البي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اليوم إن شاء الله من بطبخ أبو استيجل عن النبي كما راكم تشوفوه اليوم تتعلمو الطارط لكي تعرفوا من هار أخر تخدموها في بيتكم بلا ما تشريوها ولا تكلفوا لنفسكم طارط جيت بسم الله ما شاء الله خفيفة بمكونات اقتصادية جيكم ولا أروح أحبائك منعرفوا كل في أي وصفة فيها مقادير و فيها كيف تحضير و نروح و شوفوا بعضنا كيف تحضير المقادير و نروح و نشوفو يلا روح و نشوفو يلا روحو هنا في طاوة العمل عندي بيضات عندي رشد ملح نشر كاس سكر و نخلطها ممليح بالبوتر و نخلطها ممليح حتى يبيض الخليط و يدوب هذا السكر تماما روحو كيف تحضير المقادير و نرى كيف تحضير المقادير هنا نضرب نصف كاس على الزيت و نضرب نصف 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 نصف و لذلك نضرب نصف و نصف الحليب بدون يضرب نصف و يدوب و بعد ما أكملت بالبوتر سأخرج سوف نحضر الفارينة نضع كاس الأول نضع صفايا نضع كاس فارينة نضع ملاعة كاكاو بني نضيف له كيس خمير الحلويات ونغرب هذه المكونات أو النواشف هذا بعد نضع فارينة ونبدأ نخلط هنا نرى كين فارينة تشرب وكين فارينة لا تشرب هنا أنا أضع كاس ونضع نخلط جيدا ونضيف لها ملعاقات خل الخل يجعل كثيرا خفيف وكأنه محسن ونبقى نخلط هذا هنا نضيف لها كمية فارينة حوالي ملعاقاتين كبار انتم تقدروا تضع الكاس تقدروا تزيد ملعاقات أو اثنين كما قلت لكم كل فارينة وميزة نضيف لها الملتاة هذا الملتاة نضيف كمية زيت مع الجوانب في الوسط نضيف لها الملتاة ونضيف ورقة طهي يكون تقصيته بالدائري ونضيفه في الوسط عندما نضيف ورقة طهي يقدر نضيف زيت وخلط وفارينة ونضيف الخلط هنا نضيف الخلط ونضيفه كامل في هذا الملتاة ونضيف الخلط ونضيف الخلط ونبدأ نعمل خطوط لكي تأتي كل جد بعدها ونضيفها 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 حوالي 5 وشين دقيقة حتى نسا ساعة ونضيفها ونضيفها ونضيف خمس دقائق ونضيفها ونخرجها نضيفها كما رأيتم نضيفها نضيفها ورقة طهي بكل سهولة ونضيف سكينة المنشار هنا مفروض تبعها تماما تبعها إلى 3 سوية لكي تقصها وإذا بيتها تكون أحسن نضيف سكينة المنشار ونضيفها ونضيفها ترى طريقة جد جد سهلة وعملية ترى كذا جاءت جاءت أرواح قصينا على 2 جاءت بسم الله ما شاء الله لا تفتت لا تفتت الأول نضيفها على جانب ونضيفها الكارتون السوتارت نضيفها القاعدة الأولى التحت نضيف هنا سوف نضيف السوت السوكولات كمية قليلا كبيرة ثم أقسم كمية أضيفها كمية 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 بالضفط من هنا ободي تقريب بالنسب من كمية اضيفة زيط قضيت كمية كمية cow 50 قضيت هنا пять كمية مثلا ساخن جدا 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 انتم هنا لك نضيف الكامية اضيفة كلّ ملعقة ملعة لان او كمية كبيرة و هذا لأسسس شكرا لنحتاجه شاهدوا كتا قوامه إذا شاكم تقيل كثيرا صبوا لكي بساخر. إذا شاكم خفيف أعادوا وصبوا لكي زيت وضربوا بالمكسر أبدا شواء. جبت هنا كاس كرام شانتي و جبت هنا كاس إلى ربع تعماء يكون بارد مثل اللجا أو حتى من المجمد. نأتي بالبطير ونبدأ نظر في الشانتيه كرام شانتيه بلانش ناش هذا لكي نفهمه بلانش ناش للجيني بسم الله ما شاء الله نضفلها هنا ملعقة كرامبوني أو ملعقتين حسب الضوغتكم وحسب اللوية تحبونتم ونبدأ نضرب مضرب حتى إضاعفة الخريطة مليح وتأخذ مليح ثم سأخذ سأخذ الفوية جبت هنا كاس إلى حليب أو كاس إلى ربع حليب أضع زملاء صغيرة سكر ملعقة كرامب ونحرق مليح ونشرب القاعدة كيكاتيه ونشربها مليح هنا كيكاتيه يجب أن تشرب ونحرقها ونحرقها بكل سهولة ونحرقها ونحرقها ودخلتها إلى تلاجة أضع كمية كمية ونبدأ نعدلها مليح هذا ونبدأ ندور ونعدل ونعدل كلما تنقصني كمية نضع كمية أخرى ونحرقها ونعلمها بكل سهولة ونضع ورسك كم بركة خاصة للمبتدئات والله إذا تشريوها تضوقوا بنا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله هنا بعد أن أكملت القاعدة الأولى سنأخذ طبقة الثانية وضعتها هكذا وقلبتها على وجه الآخر ونظروا هنا ونسيت شيئا مهمة نسيت مشربتها نسيت مشربتها بدأت نخدم فيها هكذا ونظر فيها هكذا شاهدوا لأن هذه الخطاة تحدث لازم الخطاة تكون معنا لكي نتعلم فقط من الخطاة ونبقى الليسي فيها بالكرب الشانطية بعد ذلك تفكرت نحيت هذا الشانطية من فوق بالسباتل وشربتها بعد ذلك عملت السباتل بكل سهولة وصلتني ما شاء الله حتى ننسى شيئا ونفكرها قبل أن نصل ونحن لدينا هذا الشيء في المستقبل ونحن لدينا خبرة شاهدوا هنا لديتها مليح وطريتها مليح وبدأت نفيني فيها وهنا الكارتة تفكرت باللي ورأني لم أشربتها شاهدوا هنا نحيت الشانطية بالسباتل بعد ذلك نحيت كمية الأخرى كمية الأخرى وعودت شربتها مرة أخرى وعادي عادي عادي جدا عندما أضع شكولاتة ومزيقين من فوق تسمى شيئا عادي نستطيع 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 ونستطيع ندخلها للمجمد حوالي ربع ساعة حتى فقط نستطيع 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 شكولاتة لا تكون سائلة تبقى بعد خرجت من المجمد جمعت شكولاتة وضعت بلاستيكي وعملت خطوط بالطريقة انت مستطيع لكم اختيار اعملوا ما تحبون جاءت روحة ودرت الدمعات من الحواف من الحواف هكذا التزيين كان بصير جدا جدا يعني راح نجيب هنا الشنطي اللي بقاطي ونعمل نضيف تيتروزات الصغار من فوق ومن الاسفل على الجوانب وتعطينا هداك الدكور يجي ولا أروع ولا أروع من فوق جبت شكوراتها بيضاء وزيين التزيين خفيف ثم بعد نكملها ونزيدها نعود دخلها المجمد حوالي 4 ساعة عشان دقيقة تحكم روحة ومن بعد نقصح لقد قمت الحلوة من الصغار كما نقول حضرتها من فوق تزيين خفيف جدا جدا تضيف أي حاجة تضيف أي طفل أي شكل مرسوق كما تريد ومن ثم تثيرت كلها هذه لأيضاء كانت بسم الله ما شاء الله تقدروا تجربوها يا حبائي تقدروا انكم تخدموها في أي مناسبة في بيوتكم وتأتيكم ولا أرواع ولا أرواع لا تشاروها لا تخصوا درهمكم لاوالو يعني بمكونات بسيطة في البيت يعني يشاروه بشانتي يكون شوية دائماً غالي 100 جرام ب 10 ألف نقدر نديرنا 120 أو 130 غرام أو حتى 150 غرام ليس مشكل وتأتينا ولا أرواع هذه الأطار التعيي اللي جاءت بإسم الله ما شاء الله أنا عجبتني عجبت الأهل البيت كامل إن شاء الله يا ربي تخدموها في بيوتكم وتأجبكم وتدعيوا لي ما أبقى لي أن نقولكم بعدما ندوقوها ونقصوها بالعاقة صغيرة نقولكم السلام عليكم تهلو في الواحكم ربي يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم ربي يحطيكم منه وربي يجزيكم كل خير على كل كلمة طيبة قلتوها دايما وتعليقاتكم كل نقرأها كل كل نقرأها يتطلب يعني الجواب الجواب لي تشكر وتمدح ولي يشكر ويمدح ويقول كلمة طيبة نعمل له قلب بإن الله ومنسكم مش بالدعاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته